الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهى الحقق تسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني تواليا رغم انخفاضها عند التسوية مع استمرار أزمة البحر الأحمر واضطرابات شحن السلع العالمية وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم فيفري ب32 سنة لتسجل 79.07$ للبرميل فيما ترجعت عقود تسليم مارس عند 78.08$ كما ترجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فيفري ب33 سنة إلى 73.56$ للبرميل لكن أسعار العقود الآجلة ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنحو 2.5% لتواصل تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي أكد وزير النفط النيجيري التزام بلاده الكامل تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأشار الوزير أن النيجيريا متماسكة بتعاهداتها تجاه الكارتل النفطي ولا تملك أي نية للانسحاب تصريح الوزير النيجيرية بعد يوم من إعلان أنغولانيتها الانسحاب من المنظمة كون عضويتها لا تخدم مصالحها وتنتج أنغولا التي انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها أعلنت شركة هاباكلويد الألمانية فرض رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط وكشفت الشركة أنه سيتم تطبيق رسوم إضافية موسمية مؤقتة على الحاويات المسافرة من آسيا إلى منطقة البحر الأحمر التي تضم مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن اعتبارا من الأول من جنفيه وحتى إشعار آخر مضيفة أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة وتتراوح الرسوم الإضافية بين 250 دولار إلى 1000 دولار اعتمادا على المسار وحجم الحاويات سجلت حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر تراجعا حادا بلغ 40% وفادت بيانات تتبع السفن أن 30% فقد دخلت مضيق باب المندب الأسبوع الماضي بما في ذلك ناقلة النفط الخام والوقود وهو الانخفاض يزيد عن 40 مقابل المتوسط اليومي أو 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسبوع الثلاثة السابقة توقع ثاني أكبر مشاغن لخط شحن حاويات حول العالم ميرسكا استمرار فوضى الشحن عبر البحر الأحمر لأشهر أخرى ونشرت الشركة إشعارا يتضمن تأثر 15 طريقا لخطوط شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا إضافة إلى المسار من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وهو ما أجبر أكثر من 15 ناقلة على تعديل مسارها وأفادت الشركة التي يقع مقارها في كوبنهاجن أن تذبذب حركة الملاحة في البحر الأحمر سيتواصل لعدة أشهر أخرى تعتزم روسيا خفض صادرات النفط من موانئها البحرية خلال جنبي القادم بما يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميا عن مستويات ديسمبر ووفقا لما نقلته وكالة رايترز فإن روسيا ستعدل من جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 بتعميق التخفضات الطوعية لصادرات النفط والمنتجات بموجب اتفاق أوبيك بلاس بمقدار يتراوح بين 200 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف ويقدر متوسط صادرات روسيا النفطية المنقولة بحر حاليا بـ 3.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر تعهد المدير التنفيذي لوكلة الطاقة الدولية فاتح بيرول بتوفير ضمان يعطي فيه البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الدول النامية واشر بيرول على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ثابتة منذ عام مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات تحدي من المخاطر أو تحد من مخاطر للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية وضف بيرول أن تكلفة رأس المال للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بتلك في الاقتصادات المتقدمة ما يمنع تدفق رأس المال أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا ويتضمن التشريع الجديد ميزانية قياسية بلغ 886 مليار دولار موجهة للإنفاق العسكري السنوي كما أنها ستمنح مساعدات مثل تلك الموجهة لأوكرانيا خفضت اليابان إجمالية الإنفاق في ميزانيتها المالية 2024-2025 لأول مرة منذ 12 عاما وسط تكهنات بتوجه البنك المركزي نحو التسيير النقدي وبلغت الميزانية التي تبدأ في أبريل ب787 مليار دولار بانخفاض بنسبة 2% عن المبلغ الأول للعام الحالي وسط ضغوط الإنفاق العسكري وتكليف الرعاية الاجتماعية وفي تقدير تكليف الاقتراض اعتمدت الحكومة أسعار فائدة أعلى في خطة الموازنة للعام المالي المقبل وهو ما يمثل أول زيادة منذ 17 عاما أفادت بيانات صندوق النقد الدولي بانخفاض ملموس لحسة الدولار الأمريكي في احتياطات البنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي وبحسب بيانات النقد الدولي لقوام عملات الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي فإن الدولار الأمريكي استحوذ على 59.2% من احتياطات النقد الأجنبي المخصص عالميا خلال الشهور الثلاثة المنتهية متراجعا عن 59.4% المعدلة في الشهور الثلاثة السابقة وتعاد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير في السنة الماضية ما يؤكد أن العملة الخضراء بدأت في خسارة هيمناتها التاريخية حيث كانت حصتها تفوق السبعين في المئة تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك مقائمة أكثر المليارديرات ربحا في السنة الجارية ويتجه ماسك لإنهاء العام الجاري في صدارة قائمة أغنياء العالم بعدما نجح في تعزيز ثروته بمقدار 108 مليارات دولار وسط أداء قوي لسهم شركة السيارات الكهربائية حيث ارتفع السهم بأكثر من 100% على مدار العام كما ارتفع تقييم شركته سبيس اكس المتخصصة في صواريخ الفضاء بعدما أعلنت أنها دخلت في عمالية بيع أسهم بتقييم 180 مليار دولار ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة